ستعيش الكوكا ليموت النحل أي عقل هذا؟ في بوليفيا نعم هناك حيث المزارعون الذين يعكفون على رش نباتات الكوكا بالمبيدات الحشرية بإسراف متعمد جعل يهدد البيئة المحلية ويقوض من أعداد النحل حد الانقراض إخالة ماماني يقر بالأضرار التي تلحقها مزروعاته بالطبيعة لكنه يؤكد ما من بدائل أخرى نستخدم المبيدات الزراعية لمكافحة الطفاليات لأنها تقدم الكوكا وهذا يضر باقتصادنا شكاوى مربوء النحل من استخدام مزارعي الكوكا للمبيدات الكيميائية فاقمت فما كان مصدرا للرزق سيخدو ذكره إن أمعن المزارعون بوسائلهم التي تلحق أذى مباشرا بصحة النحل النحل الذي يحتك بالمبيدات الحشرية التي ترشف حقول الكوكا وحقول الطماطم يموت بفوره أو يضل طريقه ولا يعود إلى خليته 24 ألفا وخمسمائة هكتار من المساحات المزروعة بالكوكا في بوليفيا مساحات شاسعة تشكل تهديدا بيئيا يجاوز أي منفعة لا سيما وأن هذه المزرعات التي ستقضي نحبها بفعل الطفيليات من دون المبيدات هي مصدر رئيس أيضا لإنتاج الكوكاين ترجمة نانسي قنقر